اختتمت بجعار فعاليات الدورة التنشيطية لمتطوعة صحة المجتمع بمدرية خنفر بمحافظة أبيان التي نظمتها منظمة أدرى بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بخنفر وفي حفل اختتام الدورة القناصر المنصري مدير عام مدرية خنفر كلمة هنأ فيها المتدربات بمناسبة انتهاء الدورة مؤكدا على أهمية التدريب والتهيل للمتطوعات لتحسين أداء عملهن الصحي في المجتمع محيدا بمكتب الصحة والسكان بالمدرية ومنظمة أدرى لتنظيمها مثل هذه البرامج المفيدة للمجتمع وأن سلطة المحلية ستعمل على الدعم والمساعدة للنهوض بقطاع الصحة والسكان في إطار المدرية ودعا الدكتور صلاح بالليل اليوسفي مندير مكتب الصحة والسكان مديرية خنفر المتدربات لتطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات في مجال صحة المجتمع وعكسها في الواقع الميداني وأشتت الدكتور وفاء حسين عبدالله مسؤولة التغذية بمنظمة أدرى بانضباط وتفاعل المتدربات والمتدربات أثناء الدورة وتعاون السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بمديرية خنفر لإنجاح الدورة ترجمة نانسي قنقر